احبائي متابعي قناتي مستنص الرجل التعلمية اهلا وسهلا بكم هنتكلم على زمن المضارع البسيط ازاي اكون جملة بسيطة ازاي اكتب جملة بسيطة ازاي استخدم present simple tense ازاي and في جملة ده كله اللي هنتعلمه النهاردة في الفيديو ده verb to be ده اهم verb موجود في اللغة الانجليزية verb to be اللي هو am او is او are في المضارع am i am he is she is it is they are we are you are في شرط اساسي علشان يكون بمعنى يكون ازاي لازم يكون واحد من اللي وراه لا اما ناون لا اما adjective لا اما proposition لازم يكون وراهم ناون اسم ايام مستر ناصري انا اكون مستر ناصري he is my father هو يكون بابايا he is a teacher هو يكون مدرس ده جاي اسم وراه على طول طب ما جاش ناون يبقى adjective لازم ييجو وراه adjective i am happy i am not sad انا اكون سعيد they are happy هم سعدة هم يكونوا سعدة يبقى لازم يكون وراه verb to be ناون او adjective طب ايه الحاجة الثالثة preposition ايه preposition حرف جر i am at home انا في البيت انا اكون في البيت i am in the living room انا في غرفة المعيشة انا اكون في غرفة المعيشة they are at school هم يكونوا في المدرسة they are from egypt هم يكونوا من ايه من مصر يبقى لازم يكون وراهم ايه ناون او adjective او preposition اسم او صفة او حرف جر هنا بمعنى يكون ذهي ايه مثلا sentence مكتوبة قدامنا شرحناها بالتفصيل البرب to be am is are am is are مع مين am مع مين is مع مين are احفظهم كويس choose the correct answer write your answer now كيكتب اجابتك دلوقتي and check your answer at the end of the video وتأكد من اجاباتك في انت في نهاية الفيديو طيب هو كله قام واذه قال ما في افعال تانية في يلعب play يأكل eat يشرب drink يزور visit يشتري buy يدرس study افعال كتير ازاي استخدمها في كتابة الجملة هقولك على طريقة بسيطة جدا هنبدأ النهاردة نتعلم كوملة مكونة من ثلاث اجزاء فقط subject verb object subject verb object فاعل مين الفاعل بدون اضافات I play football I drink water I I play a mobile subject, verb, object I infinitive He, she, it هاضف له بس للفعل S أو ES أو I ES هناخده بالتفصيل دلوقتي He plays football She plays football يبقى مع المفرد الغائد بس تخدم الفعل هاضف له S حبيبي ركز معايا أنا بقول المفرد الغائب هي وشي وإت عشان واحد بعد شوية يقول لي طب ما هو آي يا مستر مفرد بس هو مش غائب هو متكلم آي أنا أنا المتكلم بالتالي لازم أضيف للفعل لأ الفعل لازم يكون في المصدر زي 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 يو آي وزي وي ويو لازم يكون الفعل فين في المصدر عشان ده مفرد الغائب من هو هي أو شي أو إت طب ليه ما ضفناش S لآي لسه آي لها من شوية يمين شطور يجاوب معي آآ سامع الإجابة علشان الضمير آي متكلب وليس غائب مثال تاني آي 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 وونت أكاد دي وي يو وونت أكاد شايفين كتابة بسيطة جدا سوبجيكت فيرب أوبجيكت هي وونت شي وونت لما أكتب أضبط الفعل مع الفعل أضبط مين يا حبايبي الفعل مع إيه الفعل إيه أضبط نقل مال أضبط وجهة مال آقم المشأن أضبط أضبط يا حين أضبط 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 الرب ساة المرى اكتب اجابتك اشتركك على التعبير في النهاية الفيديو في نهاية الفيديو اتاكد اشتراك ادوس على كلمة اشتراك ازاي اقول انا لا اعمل انا لا اكتب انا لا اتكلم انا لا اتحدث اللغة هقولها ازاي او يو يو هستخدم معهم don't before the verb we add don't before the verb بنضيف don't قبل الفعل I don't work you don't work they don't work we don't work هنشيل الاس بتاعت الفعل وهنكتب doesn't he doesn't work she doesn't work she doesn't work plus infinitive من غير اضافات طب امتى انا بستخدم المضارع البسيط وليه انا بستخدم present simple tense present simple tense to express facts to express facts التعبير عن الحقائط مثلا people need water or needs 100 degrees درجة الحرارة بتاعت غليان المياه كام 100 درجة مئة درجة مئة طب سؤال الاسئة people need need حبيبي شاطر عشان دي جامع سن 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 روتين habits عادات what time do you get up every day i get up at 7 o'clock عادة بالنسبال استيقاظ معاد محدد what time do you go to school i go to school at half past 7 عادة بالنسبال مثال دي كده i eat eggs every morning كل يوم بفتر ايه بيد عادة بالنسبال he plays basketball عادة بالنسبال كل يوم أحد يلا بينا نلعب كرة السلة he plays he plays i visit my family twice عادة نمط روتيني مرتين في السبوع نزور ايه العائلة she goes to work at 9 am هي تذهب العمل الساعة ايه التاسعة ركز هنا حبيبي زي ما ضبطنا الفاعل مع الفاعل i infinitive i eat he plus s الفاعل نضف له s he plays i infinitive she s او es او i es هناخده بعد شوية طيب في حاجة كمان بنستخدم فيها المضارر بسيط اه اكسبريس اكسبريس future اكسبريس future مستقبل انت بتقول يا مستر present يعني حاضر ازاي استخدم present to express future ازاي استخدم المضاهرة اني اعبر عن المستقبل لما انا بتكلم على time tables جدوى الموعيد time tables of trains جدوى الموعيد time tables of planes جدوى الموعيد طائرة time table of cinemas موعيد time table of schools موعيد المدارس يبقى هنا لازم استخدم present simple the movie starts at 7 معاد الحفلة بيبدأ الفيلم بالضبط الساعة 7 سواء حضرتك جيد او عشرة غير الجوم المعاد تروح الساعة 7 في السينما الفلانية هتلاقي الفيلم لسه باد the school begins at 9 tomorrow معاد محدد كل الناس لازم تيجي على المعاد المحدد the train arrives at 9 am ممكن اقول tomorrow عادي جدا tomorrow استخدم future مع present simple طبعا time table the train arrives at 4 pm كلنا بنحجز تذاكر خطارات مثلا وقابلها باسبوع او اسبوعين يقول لك الخطار هيمشي بالضبط الساعة 4 سيغادر ده لسه بعد اسبوعين مانا باستخدم present simple عشان ده ايه معاد محدد time table time ايه table اللي احنا شرحناه من شوية كله present simple subject verb object i teach english i teach ايه انجلش فيه verb طب لو قلنا شي teach ولا teaches teaches اكسلان سامع الاجابة الصحيحة طب لو فيه verb to be i am an english teacher انا اكون مدرسة ايه انجلش هي بتتكلم عن نفسها طب امت اضيف اس امت اضيف اس امت اضيف اي اس امت اضيف اي اس خليك معي وركز في المعلومة اللي جاية انا بضيف اس للفعل لازم شرطين يكونوا موجودين في الفعل كم شرط شرطين اول حاجة لازم نبدأ بمفرد غائب يعني هي او شي او ات لازم في البداية مفرد غائب لازم في البداية ايه حبايبي مفرد غائب طب تاني شرط الفعل لازم يكون منتهي بواحدة من النهايات دي دابل اس اس اتش سي اتش اكس او لما يكون الفعل منتهي باحدة اللي هيدي زائد يكون الفعل مفرد غائب اي ميس زاترين سؤال للأسكياء الناس اللي مركزها معي ميس ليه ما ضفتش اس ما هي اخرها دابل اس عشان الشرط التاني مش موجود مفيش مفرد غائب يا مستر مفيش لا هي ولا شي ولا ات هي ميسز زاترين الشرطين الموجودين تعا نشوف مع بعض مفرد غائب موجود هي طب الفعل منتهي باحدة النهايات صح دابل اس شي ميسز زاترين الشرطين الموجودين شي موجودة مفرد غائب ميسز اخيرها دابل اس نشوف مثالت كمان they wash the core wash اخيلها مستر اس اتش ما ضفتش ليه اس عشان ما فيش الشرط التاني اللي هو مين مفرد غائب لا هي ولا شي ولا ات he washes the core she washes she washes the core الشرطين الموجودين طبعا مفرد غائب هي او شي الفعل منتهي باس اتش وهكذا مع كل الافعال I watch they watch we watch you watch he watches she watches yes it watches I go they go we go yes he goes زي اللي احنا قلناها بالضبط يا حبيبي يا حلوين طب امتى اضيف I E S I E S حبيبي لو الفعل اخر Y ويسبقه حرف ساكن يعني ايه حرف ساكن يعني ما يكونش متحرك يعني ما يكونش في الاي ولا اي ولا اي ولا او ولا او ولا يو ده كلمة ماري اخر حرف the last letter is Y اخر حرف هو ايه Y طب قبل ال Y في R ده حرف ساكن لما لاقي هي او شي او ات هضيف له ايه ومش هضيف له غير I E S يعني هتحذف ال Y وهضيف E E S مع تحويل ال Y الى A I study هحذف ال Y وهكتب I E S ليه؟ عشان الحرف القبل ال Y ايه؟ ساكن fly شايفيني fly fly Y اخر حرف قبلها L اللي ده ساكن ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين حرف ايه؟ ساكن حبيبي هحذف ال Y وهكتب A I E S وهكذا try try يعني فيه شرطين طبعا الشرط الاول لازم نبدأ بفاعل غائب مفرد غائب هي او شي او ات اي مفرد احمد نوها my father اوكي بس لازم يكون مفرد غائب اوكي تاني شرط لازم تلاقي الفعل لمنتهب Y وقبله حرف ساكن طيب لو فيه فعل اخر Y وقبله حرف متحرك ما تعملش حاجة يا حبيبي غير اضافة S say says ضفنا لها S play plays S buy buys اس بس ليه يا مستر الحرف القبل الوي ده هنا متحرك say خيرها ايه why buy you مش هينفع غير هضيف اس بس enjoy يستمتع بنعمل ايه بنضيف اس امتا لو فيه او شي او ايه طب امثلة زي كده carry يحمل ليه يا شباب هنا حولنا الوي الى اي اس سامع الاجابة الصحيحة علشان فيه مفرد غائب فيه او شي او اد اول حاجة فيه حاجة كمان انه قبل الوي حرف ايه ساكن حبيبي الحلوين دوس دلوقتي على اشتراك subscribe فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة مستر نصري study studies طب فيه كيوورتز فيه كلمات دلة فيه كلمات دلة كتير او فيه كلمات بيتيجي في الاخر فيه كلمات بيتيجي قبل الفعل الرئيسي كلمات بيتيجي في الاخر زي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم فيه كلمات تانية بيتيجي قبل الفعل زي ايه always usually often sometimes يبقى مكانهم فين before the verb قبل الفعل always verb usually verb often verb sometimes verb never يبقى لازم يقول قبل الفعل الاولين قبل الفعل الرئيسي يا حبايبي don't forget فيه كلمات تانية فيه كلمات تانية never ايه كمان usually فيه كلمات بيتيجي في الاخر in the morning in the evening in the afternoon on mondays عدد بالنسبة له on tuesdays on fridays عدد المرات once a week once a day once a month مرة واحدة twice a day twice a week twice a month twice a year مرتين three times three times a day three times a week three times a month ثلاث مرات في اليوم في الاسبوع في الشهر now write the correct form اعمل تثبيت للفعل مع الفعل here go طبعا غلط شوف ايه ايه التثبيت بتاعها اكتب الفعل الرئيس يزلبط الفعل مع الفعل شوف احنا شرحنا ايه النهاردة وتكلم عليه write a paragraph about your daily activities اكتب فقرة صغيرة عن نفسك قمل كتير subject verb object استغنى verb to be i am master i am 30 years old i live in cairo عدد مقدمة طب بتعمل ايه حضرتك i get up early i wash my face i brush my teeth قمل بسيطة subject verb object i have a breakfast i walk to school my school is near قمل جميلة بسيطة هتكتب صح now let's check our answers exercise number one yes exercise number two exercise number three check your answer the correct verb شايفين goes شن فيه like شن اي loves she works he live we players احمد اكتب باسلوبك دلوقتي انا اكتب لك فخرة بسيطة don't forget to subscribe my channel او عد تنسى تعمل ايه تشترك في قناتي مسر الناصري loves you so much see you soon ونفعل الجرس عشان يصلك كل